قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إنستونت برينغ يوم 25 أكتوبر الجاري أن الناتو قد وفر طائرات الإنذار المبكر للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وقد بدأت بالفعل أولى رحلاتها يوم 20 من هذا الشهر ووفقاً لوثائق الناتو ستقدم طائرات الإنذار المبكر خدمة المراقبة الجوية للتحالف لكنها لن تشارك في العمليات القتالية أو بقيادة المقاتلات والتحكم بها مباشرة حيث أنها لن تحلق إلا في المجال الجوي الدولي أو التركي